السلام عليكم بعد ما تعلمنا مع بعض طريقة حل المومن ديستربيوشن للبيمز جاءت دور دلوقتي اننا نحل اول مثال على الفريمز وفي اتفاق مهمة هنتفقوا مع بعض دلوقتي ان اي مسألة فريم مطلوب نحلها بطريقة المومن ديستربيوشن لازم نتأكد في البداية ان الفريم ده وزود سويه معنى ان ان الفريم ده في سويه هل مينفعش احلط طريقة المومن ديستربيوشن لأ ينفع نحله بطريقة غير مباشرة يعني بنتحيل لكده على المسألة شوية علشان معرف نحل بطريقة المومن ديستربيوشن لكن علشان نحل الفريم بطريقة مباشرة كده بنفس الخطوات اللي يكونو منعملها في اي مسألة بيم حلناها مع بعض لازم يكون الفريم ده وزود سويه ولو انت مش فاكر الفرق بين الفريم وزود سويه كنا شرحنا الكلام ده في فيديو قبل كده تقدر ترجع له طيب انا الفريم اللي قدامي ده وزاويت سوية عرفت من فين عشان ده فريم متماسل فبالتالي الجوينت بي و سي مش هحصل لهم سوية فنقدر كده اطبع عليها نفس الخطوات اللي كنا بنعملها في اي مسألة بيم بس الاول قبل ما نبدأ نشتغل في المسألة لو اتعاني كل نصفة من شكل مسألة كده ونحطها على جنب عشان الفريم ده هنشوهه قطالة زي ما هنشوف معواده دلوقش طيب اغلت خطوة كنا بنعملها كنا بنفصل كل سبان لوحده ونحن نعمل نفس الكلام حفصل كل سبان لوحده يعني حفصل كل عمود لوحده وكل كاميرا لوحده وبنحط في مكان خاصة فكسب صبورت وبعد كده بنجيب قيم الفكسب اندومنت بالنسبة للعمود ابي ما لوش احمال تبقى الفكسب اندومنت اللي بزيره نفس الكلام طبعا هيبقى العمود سي بي طيب بالنسبة للكاميرا بي سي لديه حملين في حمل موزع وفي حمل مركز عشان احسب قيمة الفكسب اندومنت ممكن نحسبها بطريقة الصوربوزيشن احسب لكل واحد لوحده بقى كده اجمع القيم مع بعض نبدأ بالحمل الموزع ده حمل موزع يطلق قيمة الفكسب اندومنت اللي بل تربية على 12 يعني يطلق قيمته سالب 8 و8 طب الحمل مركز ده حمل مركز في النص يعني قيمة الفكسب اندومنت اللي بل 8 يعني يطلق سالب 5 و5 فلعو جمعت الكمتين دول مع بعض يبقى انا كده جبت قيمة الفكسب اندومنت للبي سي ونيجي هنا بقى لاهم خطوة في المسألة بتاعتنا انا دلوقتي الخطوة اللي بقى كده المفروض بيجيب بعمل الجدول فاندلوقتي عايز اعمل الجدول فالموضوع ده بالنسبة لي في البي مكانتش في مشكلة كان موضوع سهل لان القامرة اصلا افقية فقط بعمل الجدول تحتها هنا في عندي مشكلة لان عندي فيه هنا اعمدة رأسية وفيه قامرة افقية فالموضوع جاي مش مصبوط طب ايه الحل الحل انا عايز اخلي كله دلوقتي وضع افقي فهعمل الموضوع ده ازاي برضو هنعملت بكاية لطيفة كده انا عندي العمود ده ايه بي هعمل له روتيت بحيس انه اخليه جنب الكاميرا دي بس اما حاجة انت بتعمل روتيت لازم الجوينت البي اللي اتنين دول بقوا جنب بعض فانا هالفه بالمنظر ده ونفس الكلام العمود ده اللي هو سي برضو هالفه بحيس انه بجوينت الاتنين سي جنب بعضه كاني بالزبط الفريم ده جدته كده وشدته فردته خليته على خط افقي واحد فبدايته ايه بكده بي سي دي طب ليه عملت كده؟ عشان اعرف اعمل الجدول بتاعي تحت الفريم مبقاش فيه مشكلة طيب دلوقتي باكده اقدر اخط قيمة فكسد اند وومنت بالنزمة الاب بزيرو وزيرو البي سي بسائل 13 طيب عندي السي لا بقى مش هكتبه لمش هكتبه عشان الفريم ده متماثل ولسه كنا شرحين الكلام ده في الفيديو اللي فات انه لو الفريم متماثل كفاء يعمل بس اتزام للنص اليمين او النص الشمال وطبعا من التماسل هيطلع النص الثاني زيه بالزبط فانا هنا هعمل اتزام بس لنص الشمال فبالتالي انا عايز اعمل اتزام بس عندي الجوينت بي بس فيه شرطه مهم جدا فده ما قررت اعطي المص المسألة بس يبقى لازم الاستيفنس بتاعت الكاميرا بي سي تضربها في نص يعني دلوقتي لما هجيب الديسترويشن فاكتور عندي الجوينت بي فهعمل اتزامة بين البي اي والبي سي بالنسبة لبي اي دي كاميرا فكسد فكسد يعني الاستيفنس بتاعتها اي على الال يعني واحد على الخمسة طب بالنسبة للبي سي دي كاميرا فكسد فكسد بس محور التماسل بيمر في نصها تبقى الاستيفنس اي على الال مضروبة في نص وهنا نيجي بقى لسؤال مهم جدا لشان الحتة اللي بيت لغبط ناس كتير الالال هنا اخدها الطول بتاعب الكامل اللي هو الثمانية متر ولا اخد نصها اللي اربعة متر وقبل ما اتجاوب هاقول لك انا على حاجة شان ما تنسهاش بها تاني خالص انا لما جيت كتبت هنا الاستيفنس كتبت الكيب بتاعت بي سي يعني من اول بي لحد السي هو من البي لسي طولها دي تمانية متر وتاخد الال بتمانية متر انا هتقول اتنين عال تمانية حاول ما احنا شغلاه فهشغل بالال بتاعتي بالكامل عادة يهد تمانية متر فالفكرة بس كلها ان باعمل بس التزان المين لنص واحد بس يا نص الشمال يا نص اللي مين وهما حاجة بتنسهاش تدربة ونص وبرده لما جبنا كلمة برضو كتبت اخد الال بتاعتي طولها بالكامل يهد كام تمانية متر طيب اتنين عالت نخطي ومع الاتنين هتطلع لك النسب واحد على خمسة اللي واحد على تمانية هنعمل المقاص فتبقى النسب التمانية الى خمسة اللي هو مجموحهم تلاتاشر يعني تطلع النسب تمانية عال تلاتاشر وخمسة عال تلاتاشر. فكده جبت نسب التوزيع. نيجي بقى عشان نجيب قيمة الموزع اللي هو بنجمع دول. بقى كده بنعكس الاشارة. بقى كده بادراوها مرة في الثمانية عال تلاتاشر بتديني تمانية. ومرة في الخمسة عال تلاتاشر باحت اديني خمسة. وبعد كده بنعمل طيب انا دلوقتي المومنت اللي جاي اللي هنا التمانية. اللي عند البي. الجوينت المقابلة بيها اللي هي الاي فكست صبورت. فعجي لها نص المومنت اللي هو اربعة. طب الخمسة اللي. الجوينت اللي مقابلة لها فكست. بس زي ما قلنا احنا بنحل الحد محور التماثل. فبالتالي مش هنودي كالوفر الناحية التانية. كده مسالة خلاص بتاعتي خلصة. فاشد فط واجمع فيهم المومنت. المومنت عند الاي طلع باربعة. وعند البي طلع بتمانية. وهنا هيطلع لازم سالب الثمانية. بعد كده بقى بوقع المومنتات على الشكل بتاع الكاميرا بتاعه او الفرين بتاعي. ساعت بقى انت فر. عايز تعملها على شكل الفرين على طول. او ممكن انا دلوقتي هنخليها في نفس الوضع القفتي اللي كنت عمل. عند الاي طلع المومنت بالموباب. يعني بيلف مع عقارب الساعة. فهوكا بيلف مع عقارب الساعة. وعند البي طلع بالموباب يعني برضو بيلف مع عقارب الساعة. فهنا جالي ان المومنتين اللي عند الاي وعند البي والقليل يرفعه مع بعض مع عقارب الساعة عشان الاتنين في المجرع بالنسبة لB Cيهنا الصلاة به Hollow سوف يرفع عقارب الساعة ذلك بالنسبة للن اعمال التي اخلائه النص bear главное سوف يفعل على فضائف التماثل احتاج ان التماثلrendre مع م وتحقيق ايضا من التماثل من التماثل احتجاه يحلمات الذية يست sci rule 4 و دي لي لي علي الاعة يحلمات الذية يحتاج عضو 18 يعني Omar V不到o وديل السهم لفوق. فعندي السية هيبقى بتمانية وديل السهم لفوق. تقدر بأيكاية تتعامل مع كل الكاميرا الوحدة برضو. واتطلع الرياكشنز وهتطلع لك بالمنظر ده. طبب لو انت كنت حابب تخليها في الوضع بتاع الفريم كان هي هي ما فقاش اي مشكلة. كل بس الحيتانك هتعمل لها روتيت بالمنظر ده. طبعا هو ده شكل الفريم بتاعك. طبعا لو عايز ترسم المومنت رسمة المومنت بنسبة لي هنا بسيطة. بتاع عندك هندي المومنت هندي الاهتلع باربعة واندي بيت تمانية. فاتوصلهم ببعض لان ما عنديش اي احمال على العمود. وبالنسبة للعمود التاني هيطلع برضو زي بالزر. اربعة وفوق بتمانية. وزي ما قلنا في الفيديو مش فاكر كان راكو مكام. ان مش صدفة طبعا ان المومنت يطلع هنا نص القيمة وفي عكس الاتجاه. لازم يطلع لك المومنت لما العمود ده نهايته فكسة صبور وما لهوش احمال. ويطلع قيمة المومنت تحت نص القيمة المومنت اللي فوق وفي عكس اتجاه. طب بالنسبة للقاميرا بيسي المومنت البداية بتمانية ونهيدة بتمانية. ونعلق البارابلوم. طب القيمة هنا في النص نجيبها ازاي? ممكن توصل قط داشر. وبتنزل من النص هنا بقى. دابليو اللي تربيع التمانية زائد بي الاعلى الاربعة. شو انا عندي كمان فيحم مركز. اللي هو مجموعة الاتنين دول مع بعض يطلع لك باتنين وعشرين. فانا تمانية. مائنس اتنين وعشرين. طلع لك ونكمت المومنت هنا باربعة عشر. فلو الفيديو عجبك اعمل لايك. اما بقى لو ما عجبكش فعمل ديس لايك. ما فيش مشكلة طبعا. وقرأت تكتب لي في الكومنتات اللي مش عجبك في الفيديو. اه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاء.